كيف تعطي في دروس في الجوابة حاجة منها وهكا؟ أنا في الجانب الأكاديمي بتاعي المختص في فلسفة اللغة وكذلك عندي بحوث واختصاص من جامعة لندن في أصول فرق ومقاس الشريعة وكنت نقري في بريطانيا لاختصاص هذيه بالذات كنت درس فيه في الجامعة وبالطبع يعني عادي يعني هذيه قبل لما ندخل في الحياة السياسية في تونس كنت نعطي بعض الدروس ولكن لما تخلنا في الحياة العامة ما كانش ممكن أن نواصل للأمر هذيه علش؟ يعنو متنجامش تجمع بين العمل السياسي الميداني وبين التدريس في المساجد ما يمشيش مع بعضهم يلعني إذا كنت تختار طريق هم سعيد بننعكي شوية كورة، ديما يمتي لا تحبش الجواب عليها السؤال هذيه اليوم طامع بش تعطينا الإجابة، نحب نعرف اليوم جماعيتك شنية؟ حقيقةني يعني جماعيتك شنية طامع في الكلام متاعك فار لا صعب بحقيقي يعني. أنا من نجاب معنى.. أنت ما تحبش تقول معناها. لا لا والله لا. معناها القتلك اللي اللي فترة الشباب متاعه اللي أنا خرجت عمري تقريباً 22 سنة من تونس يعني. فالفترة هذيك اللي واحد يولي عنده فيها معناها.. ما تقوليش لمنتخب. لا حقيقي. منتخب. ولي ذلك زيد. بش تعطيك لجي بلغة خشبية زيد. بكلنا نحب و المتخب. لاني أنا اقتربت برشة مـ .....ف الفترة الولانية من الترجي حقيقةً حتى أحسبت عليه. اقتربت كيف؟ معناها في العلاقة بالجمعية.. و في العلاقة بالمسؤولين بتاعها و هذا يعني. علي.. بيعليشت- يقولوا محسوب عى ترجيه أكثر. لاني اقتربت منهم حقيقةً يعني. كنت ناشط معناها في ترجيه أو حاجه هكه. لا 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 1 حقيقت. معنا نحكي بعد الثورة. معناها في العلاقة بالجمعية كنت اقتربت بها برج منها برشا ب هذا المعنى. من قولوا تمشي تفرس لما تشويد حالة هاكا؟ لا للأسف لا للأسف مرحب نفهم نوعية القرب إيه ولذلك معناها صعيب أن يقولك شنية يا جمعيتي اللي يعني ما نيش داخل في الجو والدمان هذاك يعني هذي من الحاجات اللي واحد تحرم منها في معناها كم يقولوا هالزريقة هذي من للأسف مخليتهاش معناها إن شاء الله إن شاء الله تجي جمعية تعملي حقا كهر إلا حد الآن مازالت مازالتش؟ إلا حد الآن السياسة من عدنا الحقيقة أمان هو أغلب قيادات النهضة يميلوا لو شكون فيها الكليب الاسبرانس ليتوار توا مقسومين توا مقسومين يعني أنا بالتجربة كل ما جي ماتش للكليب ولا الاسبرانس كل مرة يكلموني جماعة باش نشوفوا شوفوا كيفاش يدخلوا للاتيران ويدخلوا للقرادان يعني مقسومين حقيقة إذا كانت سمينا بلا سيمة تجم تعطينا شوية؟ خاصة اللي دكراريو مثلا يعني ما نجمش ها باي سراح تقبل بش بش تكون متحفظ برشة معاي سيد أحمد لا لا والله إلا باي سراح تقبل قلت دقريبا في إيا فين كما يشغل دخلت النهضة وأقرب شوية للكليب عليش؟ هدايا في الليزاني 80 تحسبت للكليب قريبة برشة من النهضة معناها عبير؟ كانت فهمة فكرة أنه معناها ما اسمه؟ النهضويين قرب برشة من الكليب وربما فهمة جوارات وقتها تعرفوا بالتدين بتاعهم فتحسبت هكاكا وهذي كان شايع في تونس يعني أنه الكليب قريبة برشة من النهضة يعني لكن لهذا السبب اللي اذكرتولك يعني باي نحكي شوي على العودة انتائك لتونس ضغلي مدر انتائك بجامعة تايكواندو كيفاش تقيامها الفترة ذيك؟ أنا قبل ما نمر على جامعة تايكواندو كنت مستشار في رئاس الحكومة وبعديك دخلت الجامعة بتاع تايكواندو بطبعا تايكواندو في مجال التسير مش جديد عليها يعني كما قلت لك أنا كنت عضو في لجنة العلاقات العامة التابعة للتحاد الدولي تايكواندو وكنت مسؤول كذلك يعني على تطوير الرياضة في منطقة العالم العربي والدول ناطقة بالفرنكفونية لما اخذينا الجامعة كان عدد المنخرطين فيها ما يتجاوز ثلاثالاف لما أصبحت كتب دولة كان يجبني نغادر الموقع هذيكا فلما غادرت كان عدد المنخرطين 35 ألف منخرط يعني في الجامعة ساهمت في تطوير ونشر اللعبة هكا؟ تقديري يعني هذا معتبر لي أنه في أقل من ثلاثة سنين هذي يتم بالطبع رياض تايكواندو كما رياض الكاراتي وفما الكيك بوكسين كذلك هي من أكثر الرياضات اللي منتشرة يعني ولكن الانتشار متاحهم معناها ما هوش منظم فنحن لما ادخلنا للجامعة عملنا بلاتفورم وأصبح البياتفورم هذيك اللي يدخل عمده كيور كود معناها إينيك ليهو ويمكن متابعته في النشاط الرياضي متاعه وفي الستاج اللي عملهم معناها الإجراد اللي عملهم في البطولات اللي يشارك فيها إلى غير ذلك والحقيقة نحن كنا الأوائل مش في تونس بل كنا الأوائل في العالم اللي عملنا البلاتفورم هذية بكفاءات تونسية بحتة وبشباب تونس عملها وبعديك الاتحاد الدولي هو نفسه اللي كان يستعمل بار كود ونحن كنا فتناهم باستعمال كريو كود بعدك اخذيهوا نفس السيستام ولو يستعملوا الكريو كود وهذا يساهم في تقطير وتنظيم المعناها الناس اللي تمارس رياضة تاكواندو كذلك نحن استضفنا بطولة عالم تاكواندو للأواسط 2018 وأول تصفيات دولية للعاب الأولمبية في نفس الوقت هذية تونسة مرة تستقبل بطولة عالمها؟ هي أول مرة تستقبلها بل لعلها من أولى الدول الأفريقية وشاركت فيها قرابة مئة وعشرين دولة وحدث الحقيقة كان حدث كبير ولقي قبول وأعجاب يعني من الاتحاد الدولي نحن رسلنا الاتحاد الدولي يعني قالونا هذا كان رسلنا بأم أعجاب أكبر يعني answered من هالدرجة ههم البطولات في التنظيم في الوقت معناها نحن نحن لما إنتين بالنسبة للاتحاد الدولي من تاكواندو ممعنى والحقيقة هذية كان جهد الجماعي منه واش واحد لا ينسبوا لنفسي يعني لأنه عدد المتطوعين كان قرابة 150 صدقني كان جيني تقول يشكون كان متطوع ما كانش ما نعرفوش ولكن كان ثم مجموعة من الشباب المتطوعين يجيوا من العشرة متصباح يقضوا حتى العشرة متعالية كيفش لميتو؟ لمهم تقم الفني واليدارية متى الجامعة يعني هذا ما هوش شغل فرد يعني هذا شغل مجموعة كاملة يعني متنجمش أنت تنجح لأنك أنت فرد لك أنه النجاح إذا كان ولد فما فريق كامل يخدم وهما كانوا جايونا وقتها قبل مدة وكانوا في بالهم أنه بيش يسحبوا البطولة من تونس لأنه تعملت كوريا عملت بطولة العالم في موجو فكانوا عندهم شكل لنحن التوانسة بشكونوا قادرين أن النظم وجاوا لهنا والقرار الأول اللي عندهم هو أنه يسحبوها مننا نحنا بعديك لما شافوا العرض اللي حضروه المختصين في تهيئة المكان وتهيئة القاعة إلى غير ذلك نحن روحوا فرحانين ومقتنعين ونحن علاش كانت بطولة ناشحة لأنها كانت تستجيب بالضبط لكراس الشروط اللي وضعوا الاتحاد الدولي كان كما نقوله نحن كاستمايز يعني لأنه نحن كان عنا القاعة في الحمامات وكان ثم ملعب آخر فارغ بجنبها فهذاك بكله هيئناه بحيث استجاب لكراس شروط الاتحاد الدولي وبوقع هذيك كان قريبة من الوتلة والفناتق فالناس يعني ضيوف الدول اللي جات الحقيقة تمتعو بينما نحن نعرفه والياضيين كل يعرفوا لما يسافروا للدول الأخرى عادتان تلقى فما مسافة طويلة بين السكان مثلا والقاعة متاع الكمبيتسيون وذي يتعب لجوار بينما نحن وفرنا لهم مثلا موضوع الأكل موضوع التنقل كل شيء بحضا بعضهم أي طبعا كانت كما نقوله قرية مع بعضها وذي لأنه نحن عنا تجربة اليوم أنه نحن شاركنا في تظاهر الدولية نعرفوا حاجية الناس نجيح تنظيمي بريكوان ترى عملت لك شوية مشاكل هذه البطولة ذيكة لليوم قاعدين قاعدة تتبع فيك هكا ولا لا لتأو قياني ليس قا فيك تيكات الناس اللي تسمع فينا كيد انت فهمتنا عشو نحكي نحكي على موضوع التطبيع وقتها مع الكريان الصهيوني والتهامات وقتها بالوفق الإسرائيلي وقتها والكلام الإسرائيلي وقتها شنين نحكي بالطبع لأنه كانت تظاهر دول أولمبية وفي التظاهر الأولمبية قانون الاتحاد الأولمبية معناها قانون هو اللي يحكم نحن من حق أي دولة عضو في الاتحاد الدولي أنها تشارك وأنا بش نقولها لأول مرة بالطبع أنا كرئيس جامعة من نجمشي نجي نتكلم وقول ليس من حق دولة من الدول أنها تشارك وإلا يتم تسليط عقاب على على تونس بش نعطيك إجزامبر وانا بس ما احنا قالو كان قصر عليك الهنا الذكى الظهالي عامين للتالي عنا ملاعب في تونسي بش نمشي في تايكواندو بش نمشي لعب في ألمانيا ما حبوش يعطوه في فيزا مش نفس الكامل مثلا هنا تجمت صين ما نعطوش حتى احنا فيزا هو الهو ولذلك الأمر هذاك هو كان عند الدولة التونسية في البلاتفورم اللي عملتها الجامعة التونسية تلقاه عدد من الدول اللي يمكن تشارك لأنه كان المشاركة في التظاهر هذيك تدخل على البلاتفورم تحجز الوتيل تحجز النقل تحجز حتى تحب تمشي تحوس تحوس وتقوم بالإجراءات إذا كان عندك معناها إجراءات تقوم بيها بالطبع الدولة هذي ما كانش موجودة في البلاتفورم اللي نحن عملناها هذا اللي انتي لما تجيبش تدخل باب ما تلقاش باب يدخل راف الدولة هذيه وبقية المعاملات دور الدولة أنها تمشي فيه ولذلك ما كانش فيه حقيقة حاجة اسمها وفد جاي من الكيان هذيه باش يشارك في تونس في التظاهر هذيك حقيقة بالطبع في اللحظة هذيكة أنا سمحني في المكانيزمي نوكل عصا ونسكت لأنه ما نجمش نتكلم وما نجمش معناها أكلف الدولة التونسية ولا نقوم بمقامها أنا قمت بشغلي ولكنه حاطب ما فهمت معناها في البلاتفورم انتي ما حطيتش معناها الدولة هذي هكا لا تلقاش مش موجودة وبالتالي ما نجمش يساجل تليت برشا اللي اللي وقاعه هو أنهم بالطبع عملية التسجيل تم على مرحلتين أولاً تسجل في البلاتفورم الطع الاتحاد الدولي وبعدينك الاتحاد الدولي بعد ما تسجل عنده يحيلد للبلاتفورم طعنا نحن ففهمش كون تخلى على البلاتفورم الطع الاتحاد الدولي واخذاء المعطيات متع الدول المشاركة والأسماء وقالها فهمت إذا كان تخلى على البلاتفورم طروس ما يلقاش معناها لا لا ما شه dont وقت شيء بتصور خوفا من عقوبية الاتحاد الدولي تجا مش تكلمني أنك كنتي يزم التلتزم بقوانين المتضائم معنى الاتحاد اللي انتي فيه مم دونك خيارت مش مشكل نحن نجحنا الحمد لله داخل كله يتعدل ما الاتحاد الدولي ما فيقش بالحكاية هذه مثلا لا لا الاتحاد الدولي في باله طبعا في بالهم الناس كل في بالها تعرف اللي فهمها مشكل يعني تعرف اللي فهم مشكل لكن كل مشاكل يعني في نهاية يمكن حلها بترقوا نحن قوموا بأعمالهم تحملوا مسؤوليتنا في الأخر نحن كتونس من حقنا أنه نستضيف تظاهرات دولية نحنش بش نبطلوا معنا ما نستضيفوش تظاهرات دولية لأنه فهمها كيان معين معناها ما يزموش يكون موجود يعني ما خفتش من عقوبية وقتها مثلا كان نجموا من لعبيتنا وليذين نحن نحن ما خلفناش القانون لا خلفنا قانون الاتحاد الدولي ولا خلفنا القانون التونسي ولا خلفنا ضمائرنا القانون الدولي ما يحمي معناها نحن ما قمناش بعمل يستحق العقاب من القانون الدولي وما خلفناش ضمائرنا اللي بقية بعض الصادقين اللي يحبوا يدافوا على القضية فلسطينية ومن حقهم ما كناش نحن نجموا نحكيوا كل شيء يعني بعض الصادقين هذي بتهكموا اللي بقل ما في المعنى المالكاليمة لا 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 فهم الناس صادقين لعنى القضية فلسطينية هذي مش حاجة بسيطة أنا هذي حقيقة فهم الناس يحبوا يركبوا على على الأحداث ما ما يهمونيش ما يعنيونيش لكن يهمني الناس صادقين اللي حقيقة يعنيهم موضوع فلسطين كنت تشوف إلى الجوار الجزائري مثلا تعجدون اللي نسحب اللي هو نسحب واللي تعاقب كل شيء هذا ملف بحقيقة ملف سياسي بحر ملف استراتيجي من مثال ملاعبيات الناس سواء تايكواندو وإلا حتى تينيس دي ما يتطرح على الأشكال شنو موقفك معناه هل أنه الملاعبي يمشي يلعب ويربح وإلا ينسحب وخاتل قضية تعتراف لهنا القضية الفلسطينية بالنسبة لنا نحن التوانسة والعرب ما هيش قضية متاع بريستيج ولذلك فما ثمن الناس قاعدة تدفع فيه برواحة فما ثمن الناس تدفعوا بطريقة أخرى ولكنه يزننا نكون متفقين أنه الدولة لما تدخل في تعهدات عند انتزامات ولذلك الأمر هذا يدخل في قانون الدولة في إطار الحرية الفردية إذا كان ثم دولة وإذا كان وضعنا نحن يتحسن الدول العربية ويصبح عنا من القدرة ومن الشجاعة أن نتخذوا مواقف وقتها جيد وقتها جيد وقتها أما الآن للأسف لا ولذلك نحن نشجع نشجع معناها الأبطال متاعنا أنهم ما يخلفوش ضمائرهم اللي يقوله ذميره يعمل اللي يقوله ذميره في نصرة القضية هذه اللي سائل عليها الدم حتى نحن التوانسة من 48 والناس تخرج مطلوب أنه الرعي وهذا معناها ترجع معناها على الانسحاب معناها معناها هل أنه الانسحاب هو الحل خلينا معناها مش لازم الآن مش لازم نعمل عركة مع المستحبة تحسك الحوم حولها محرفية أنا مثلا لما اعترضني الأمر هذا عربت اتسا مقدر اجتهدت بحيث ما خلفش ضميري وما خلفش القنوط صعيبة الحكاية وما هيش متاع واحد يخرج كم نقولوها يتشدق معناها لا اشترك في عهدك ايضا كانت أول ميدالية الأولمبية كانت الأسامة الوسلية وقتها حابنا نعرف السؤال المتاع هنا أسامة بعد ضاع شوية شنوصر معها فما نقص تأثير فما تقصيل منه هو شنوصر بضبط فما نقص تأثير أسامة بطل وأنا كل ما نذكر أسامة وهو عنا بطل آخر خليل خليل جندو خليل وفما أبطل الأخرين معناها نحن تونس يعني أنا لما رجعت لتونس يعني رجعت في بداية الأربعين من عمري يعني خرجت عمري يمكن 22 سناء وعيشت 20 سناء البرة اللي بطبع اللي يعيش البرة عقله وعقليته تتبدل اللي ولي عنده صورة أخرى أنا اتفاجأت حقيقة مجاملة بقدرة الشباب متاعنا في السبور على التمييز بسرعة لكنه إلى حد الآن نحن ما وفرنا لهم شي فرصة أو سيستام كفاشي لما يوصل لنبو هذا كانت لهو به وزيد كثرة العرق داخل المكاتب الجامعية هذا يضيع ويضيعه لجوار واحد كما أسامة مرافقة نفسية ومرافقة اجتماعية ومعنى وهذا ما توفرش هذا ما توفرش يعني كميزانية هو الهنة كان عندي سؤال كان من بعد خريق لكن كما تبش بتل الموضوع الهنة متاع سيئسة الدولة ظهر لي سيئسة الدولة وانت ظهر لي أقرب مني للمشهد السيئسي بعيدة برشة عسبور انت كتشوف قطر الاستثمارات وانت تعرف مليح قطر عشي كبير الاستثمارات والذيهين على الرياضة عش عش نحن في تونس بعاد رغم اللي الرياضيين هما تحبوا تكتر قاعدين دخلوا بفرحة للتونس نحن محنش بعد نحن نحن قادرين نعمل حقيقي يعني بالكلام كهو لا لا بالفعل ولكن محنش قاعدين نعمل انا اش نعطيك مثال يعني انا انا كنت مريت لما كنت كتب دولة جيتني بطلة اولمبية حبيبة بس كل اللي يعرفوها حبيبة الغريبي و معناها حبيبة بعد ما كملت الكاريرا السبورتيفة متاحها ولا تلوج على جهادة منشط رياضي قلت لها حبيبة انتي بعد ما كنت اليوم جاية تلوج على منشط رياضي باش تخلص اربعمائة دينار ولا ستمائة دينار قلت لها ما يليقش هذين قلت لها نحن انتي حقق ساعة تاخذ شاية المنشط رياضي خوذها ولكننا نقترحها لك نتعاقد معاك ونعمل حاجة سميناها وقتها سفير للرياضة التونسية وبعديك اذكر وقت عملنا يوم الوطني للرياضي لأول مرة والسيد يوسف شهد رئيس الحكومة الأسبق أعلن على المنصب وصحنا العقد معا معا الجامعة التونسية لألعاب القوى باش تولي بطلة كيمة حبيبة تاخذ شهرية راتب لا يقل مثلا على 3 ملايين في الشهر يعني ولكن أفي ومقابل هذك هي تقدم خدمات في تأثير الشباب والصغار وكل شي وحذرنا العقد للأسف أنا لما خرجت من الوزارة في فترة قصيرة وقف العمل هذك لما رجعت مشيت فيه وقعنا وبعديك العمل الهذاية والعقد مع السيد رئيس الحكومة الأسبق كذلك سيلياس الفخفاخ وتم استقبالها وللأسف مرة أخرى بعد ما خرجت البروجيت هذية وقف لو كان نحكيه على المردودية المالية لما تجيب بطل بطلة كيمة حبيبة ولا كيمة أسامة ولا كيمة أي بطل آخر لما تجيبه بشي هو يعملك تربح منه فلوس أكثر من الشهرية اللي تعطيها لأنه لما يمشي يعمل ينجي من يخلص عليه 30-40 مليون 50 مليون طيب أنت لما تعطيه شهرية تلاتة ملايين في الشهر بش يعيش هو تعطيها ثم هو قام بعمل يستحق فيه أنه الدولة متاع تعترف بيه لأنه بشوصل بطل أولمبي في درجة من الدرجات معناها مش حاجة بسيطة ولذلك حتى بالإحساب تطلع أنت رابح والمشروع متاعنا كان أنه بعد ما نعمل حبيبة نحاول بش نتوسع ولي مشروع أوسع من هذي وقتنا ما طال شي في الوزارة لكن الحقيقة خلينا نحنا مشروع قانون مشروع قانون ليه قريضي هذا ملف آخر ولي هو بعثناه للبرلمان فيه فيه الملف ما لقاوش الرعاية الكافية مهما كانت أخطاءه البطل مهما كانت أخطاءه هو في حالة من يحتاج لمن يرعاه مش في حالة لمن يحسبه على إذا كان فما أخطاء ولا حاجة لا هو في حاجة لمن يرعاه هو وغيره الحقيقة بي بش نحكيه بعد شوي على أكثر مهامك في الوزارة كاتب دولة كوزير السابق كيف كمستشار في رئيسة الحكومة لكن فاصل قصير بعد مكاملين حوارنا حتى للخمسة مع وزير الهدى السابق